وصف الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الإرهابي على محافظة ديالا بالمحاولة الخسيسة التي تستهدف النيلة من أمن البلاد وأضاف صالح في تغريدة على موقع أتواصل الاجتماعي تويتر أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالا محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمن البلاد مؤكدا أنه لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة وأوضح الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تقوية الجبهة الداخلية والمضيء في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب